اشتركوا في القناة من ايديكم الحلوة وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي من نوعات ما يا هندي ميد يلا بقى نشوف مشروعنا ايه النهاردة اول حاجة في مشروعنا ده اه يعني مشروع ما شاء الله اول حاجة هقول لكم ان هو مشروع ما شاء الله شغال على مدار السنة مالهوش مواسم بس طبعا اه الالوان بس هي اللي هي ممكن تكون لها مواسم او بنشتغل فيها كل فترة فاول حاجة معانا اللي هو لو اول مرة تشتغله طبعا في مجال الهندي ميد او الشغل اليدوي ده ستان معانا مقاس ستان مقاس اربعة سنتي ده ستان مقاس اربعة سنتي ستان مضلع ولو حابين برضو تعرفوا الاماكن اللي احنا بنجيب منها الستان المضلع اكتبو ليه في الكومنتات وانا تحت امروكم وطبعا وطبعا اغلب اللي هو معي على القناة عارفين احنا بنجيب الساتان المضلعة منين وكده. دي بقر الساتان المضلعة ده البقرة ان شاء الله مشروعنا ده مش هيكلفك يعني يا دوبك معانا من ميتين جنيه لميتين وخمسين او تلتميت جنيه ان شاء الله. يعني ده اقصى مشروعاتنا في الشغل اليدوي او اقصى مشروع الواحدة مبتدئة. هتبتدي من ميتين جنيه لتلتميت جنيه ان شاء الله المشروع مش هيعمل معك اكتر من كده وان شاء الله هتلاقي دخل اضعاف اضعافه يعني مسلا الائتين جنيه اللي هتشتري بيها الخمات او التلتميت جنيه هتجيلك بدلها ستمية وتسعمية جنيه ان شاء الله وهتلاقوا دخل ان شاء الله وطبعا مشروعاتنا دي طبعا لها دخل شهري ودخل يومي كمان بس عايزين اهم حاجة فيها الحركة في التسوية فان شاء الله مع الوقت هنتكلم عن التسويق وهنتكلم ان شاء الله في مكان مكان التسويل اللي هنسوق فيه الحاجات بتاعتنا. بعد ما نعمل مشروعنا ده. وكمان هنشوف هنبيع الحاجة بتاعتنا بكام. خليكم معايا بس الاخر الفيديو اهم حاجة. فاول حاجة معايا بكر الستان ده. بكر الستان ده في الكملة تقريبا بيعمل من خمسة وعشرين لتلاتين جنيه. دي اقصى حاجة. او بيتباع من خمسة وعشرين لتلاتين جنيه لان النوع الستان نظيف جدا. البكر تقريبا بيبقى فيها من تلتاشر الخمستاشر متر على حسب. يعني مش كل الالوان زي بعضها. آآ فتقريبا المتر معاك مش هيكلفك كتير. فمشروعنا ان شاء الله مش هيكلف كتير. حضرتك تقدري لو هتبدايا المشروع ده معانا ان شاء الله. تقدري تجيبي خمس بقرات مش اكتر. يعني حضرتك لو هتجيبيهم جملة. البكر عاملة خمسة وعشرين جنيه او تلاتين جنيه. حضرتك تقدري تجيبي خمس بقرات الوان اساسية. مسلا زي انا جايبة هنا. آآ جايبة ده لون اساسي. بس البكر اللي معايا ده من والاسويت طبعا بكر كبير جدا في عدد امطار كبيرة. وده هيكون ضحف تمن اللي هي البكر اللي هي زي كده. يعني بصوا هيكون ضحف التمن. هنا في فلة في النص كده. اما ده ما فيهش غير يعني قطعة مصورة كده ما بتتعدش يعني طول ها كده حوالي قطرها اتنين سنتي في النص. اما هنا حوالي يعني فيها يعني فيها من من ستة لتمانية سنتي او اكتر من تمانية كمان. فيها تمانية ممكن يكون فيها تمانية او ستة سنتي. آآ فدي البكر دي كبيرة جدا حضرتك لو لسه مبتدأة يعني بلاش تجيب البكر الكبيرة حتى البكر اللي هي او خمسة وعشرين او تلاتين جنيه على حسب اسعارها حاليا في السوق. يعني انا كنت جايبها قبل العيد اه كانت عاملة من خمسة وعشرين لتلاتين جنيه على حسب المكان او اللون او كده. آآ فالبكر دي هتجيب منها خمس الوان اساسية ممكن نجيب اللون النباتي. الموف مسلا الابيض او والاسود معانا والكشمير كده معايا مسلا خمس الوان. وعلى حضرتك محبة فيه الوان تاني برضو فيه اللون الرصازي وفيه كده لو حابة تجيبي اكتر الوان اكتر حضرتك تقدر يتجيبي بس هتجيبي الالوان الاساسية لان احنا مشروعنا طبعا النهاردة مشروع دبابيس الطرح. مشاريع مشروع دبابيس الطرح. بالنسبة لله هي. معانا الشاسية الدبوس ده السعره مش في كل الاماكن يعني بصوا. وحاليا آآ فحارة المزين طبعا الحاجات دي كلها بنجيبها من حارة المزين في العتبة في القاهرة آآ في محافظة القاهرة في العتبة في حارة المزين. بنجيب الحاجات دي منها. طبعا الدبابيس دي موجودة آآ بسعار متفوتة. دي مقاس وسط. فيه فيه نوع اكبر من كده وفيه نوع اقل من كده. ده مقاس الدبوس كمان هشوفه لكم كمان هنقيسه مع بعض. هنقيسه مع بعض كده معه سيلبوس تقريبا. اهو اا مقاس ببوس حوالي تقريبا اتنين سمتي ونص. ده المقاس اللي هو الحلو اللي هو مناسب معاك في الشوق. فيه مقاس اقل منه حوالي سمتي ونص أو اتنين سمتي. يعني زي محضواتك حابة تجيبيه المقاس ده حابة تجيبيه بس فيه مسلا ده انه هو عامل مية جنيه جملة عامل مية جنيه جملة. فيه طبعا اماكن اقل. واقل بكتير يعني ممكن تبقى اقل عشرة جنيه قل عشرين جنيه في ناس تقول لي ده مش كتير لأ كتير بالنسبة لنا لان احنا بنتعامل في شغل الهنديميد يعني بنتعامل بالقرش يعني بتعامل بالقرش مش بالجنيهات كمان يعني بنحسب كل حاجة بدقة جمدة جدا. فمعانا اللي هو ده الكيس تقول لي تقريبا عامل مية. يعني لو حضرتك جبتي آآ كيس الشاسي دابوس من ده بمية جنيه وخمس بكر من البكرات دول بمية الجنيه. ولو حضرتك عندك مسدس الشمع هنحتاج لمشروعنا مسدس الشمع لو حضرتك عندك مسدس الشمع او هتشتري جديد آآ طبعا يعني هو الشمع بس هو اللي حاليا اسعاره مرتفعة شوية. يعني الكيلو بتبدأ يعني من مية وتلاتين لمية وخمسين برضو. انواع مختلفة على بس انا بفضل اللي هو النوع اللي هو التيواني او النوع اللي حاليا موجود في السوق لو موجود اللي هو النوع الصيني. حلو جدا 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 فيه ناس طبعا ما بتشكرش فيه وبتقول عليه ان هو نوع مش حلو. بس انا بشكر في الناس الصيني بصراحة شغله حلو جدا جدا. فاي حاجة بنشتغلها في مجال الهند ميت. شغله حلو جدا. فدي الحاجة التانية اللي محتاجينها مسدس الشم. مسدس الشمع ده عامل من خمسة واربعين جنيه وانت طلعة. آآ فافضل انك انت لسه بدأ في المشروع اشتري مسدس الشمع صغير. بلاش الكبير. يعني خمسة واربعين جنيه حلو جدا. كده ميتين خمسة واربعين جنيه. حضرتك هتحتاجي هتحتاجي برضو مقص هتحتاجي مقص وطبعا ما فيش بيت بيخلى تقريبا من المقص. دي مش حاجة يعني كبيرة هتحتاجي مقص. هنحتاج بقرة خيط. هنحتاج بقرة خيط. وطبعا موجودة في اي بيت. اي لون موجودة عندك هيناسب لان كده كده الخياطة مش هتبان معانا. يبقى دول الحاجات اللي انا محتاجاهم محتاجة اصلي مصطرة. او مزورة زي دي زي اللي موجودة عندي. مزورة او مصطرة عادي موجودة عندك في البيت هتناسب جدا. ودي الحاجات اللي هي موجودة معانا. لو الحاجات في حاجات لو موجودة عندك او هتجيبي اقل. وفي اكياس الدبابيس دي بتبقى اكياس اقل كمان لو حضرتك بديع جديد. في اكياس بتبقى الكيس عامل عشرة جنيه. الكيس فيه آآ ميت دبوس. بس بعشرة جنيه او اكتر على حسب ارتفاع الاسعار حاليا. لان الاسعار زي ما قلت لكم متفاوتة. فممكن توفري كمان وتجيبي يعني اقصى حاجة تجيبيها بميتين جنيه مش اكتر من كده. ومحتاجين اللي هو الورق بتاع الشاسية الدبوس اللي هو ده. ده الورق اللي بنحط عليه الدبوس. آآ الميت ورقة تقريبا يعني بيعملوا من خمستاشر لعشرين جنيه على حسب برضو المكان اللي بتجيبي منه. وعلى فكرة يا جماعة في محلات كتيرة بتبيح في حارة اليهود. آآ بس المرة اللي فاتت لما نزلت طبعا في فيديو انا منزلها في ناس اقيت لي الاسعار غالية. لأ انا بفضل انه كنت اسأله فجاء كزا مكان. يعني اسألي في كزا مكان وشوفوا السعر يناسب معاكو او لا. فهو بتبدأ اسعاره الميت ورقة من خمستاشر لعشرين جنيه. على حسب الخامة بتاعت الورق برضو. في بيبقى فيه غلطات في الكروت اللي هي بتتحط عليها الدبابيس. وطبعا بنحتاج اكياس تغليف. الكيلو اكياس التغليف ممكن تشتري اقل من كيلو يعني تشتريك مية صغيرة بعشرين جنيه او حاجة. فان شاء الله المشروع معاكي مش هياخد اكتر من تلتمية جنيه. يعني حطوا لي ميزانية من ميتين لتلتمية جنيه على حسب حضرتك موجودة عندك مصدس الشمع والمقص والحاجات دي. لو مش موجودة عندك ان شاء الله هيكلفك تلتمية جنيه وهتلاقي اضعاف اضعاف التلتمية جنيه. وان شاء الله هيدخلك داخل شهري ما يقل عن الف جنيه في الشهر بس ان شاء الله كل المشروع اللي محتاجه محتاجه حركة مش اكتر. طبعا ده بالنسبة لموضوع التسويق. هنحتبر احنا المشروع عملناها هنسوق فين? هتسوقي الحالات الجملة اللي موجودة في حارط اليهود اللي انا اشتريت منها الورق. في نفس المنطقة اللي انت اشتريتي من الحاجات دي هتخطي يا دوبك الناحية التانية. وتروح حارط اليهود وتسوقي حاجتك هتلاقي محلات كتيرة بتبيع اللي هو الحاجات دي جملة. هتاخد منك كميات و هتلاقي فيها عائد ربح حلو. انا كمان بتكلم ان دخلك هيكون الف جنيه في الشهر ما اكسب ليكي. دخلك هيكون بالنك شغالة كمان جملة. مش قطاعي. طبعا انا مفضلش الشغل القطاعي. طبعا الجملة ده افضل حاجة. هيدخلك الدخلي سابت هيكون عندك ده شهري او يومي على حسب قدرتك في الشغل او على حسب حضرتك عندك ورشة او لسه مبتدأ لواحد دك. وبرضو حضرتك تقدر تعملي المشروع ده لو انت شغالة في الهند ميت حضرتك شغالة في الهند ميت او شغالين عامتنا في الهند ميت. شكرا المشروع ده ينفع للسيدات وكمان للشباب برضو. ينفع للبقاءات والشباب الاتنين. عامتنا السيدات والشباب طبعا الشباب بينجحوا فيه. يعني انا عرف شباب ما شاء الله شغالة في المشروع ده. بتدخل دخل ما شاء الله حلو جدا جدا. وعندهم حركة في التسويق وبيخرجوا وبيتسوقوا يعني يا ما شاء الله حلو جدا جدا فالتسويق بس كل اللي محتاجه حركة اماكن التسويق على حسب محاضرتك لو حاضرتك اه عايشة في مدينة هتروح المكان اللي هو بيتباع فيه الحاجات الجملة او اللي هي يعني تجاره الجملة اللي هما بيبيعوا الطاق والاكسسوارات والحاجات دي اللي هي موجودة في حارة اليهود لو انت حاضرتك من القاهرة هتنزلي حارة اليهود وتسوقي حاجتك هناك وعلى الفكرة فيه طلب حلو جدا عليها وحاجة ملهاش مواسم هتنوعي وتشكلي منه على مدار السنة ان شاء الله يبقى فيه افكار كتيرة وفيه افكار برضو قبل كده احنا عاملينها فان شاء الله يعني اخدوا جولة برضو في القناة لو اول مرة تشوفوا قناتي وان شاء الله هتلاقي حاجات تعجبكم دي الحاجات اللي احنا محتاجنا بعد كده موجود حاضرتك برضو لو شغالة لو آآ كنت شغالة في اللي هو مجال الهند ميد والتوك وكده والتوك والحاجات اللي انت شغالها من الستان ممكن تشتغلي من بوائي الستان عندي مشروعنا اللي انا محتاجة النهار ده كل اللي انا محتاجة محتاجة قطع من الستان هنشيل كل الحاجات اللي هي هنشيل الستان كده على جانب هنشيل الحاجات بتاعتي وارجع لكم تاني اول حاجة هنجيب معانا قطع محتاجين قطع مقاسها ستاشر سمتي كل اللي محتاجة لعمل الدبوس ده محتاجة قطع مقاسها عشرين سمتي. هنقسم القطعة اللي هي من عشرين سمتي اللي هو قطعة ستاشر سمتي اول حاجة قطعة ستاشر سمتي. واحتاج قطعة تانية برضو من نفس اللون ماسها اربعة سمتي. هحتاج قطعة من نفس اللون. دي كانت القطعة دي بوائي عندي. وهي قطعة اربعة سمتي. يعني حضرتك لو بدأت مشروع تقدري تعمليه المشروع ده من بوائي الستان او بوائي البكر اللي عندك. يعني احيانا بتفضل معاك عشرين سمتي ما بتعملش معاك توكل هتعمل معانا حاجة حلوة جدا مشروع ما شاء الله مطلوب زي ما قلت لكم في الاسواق على مدار السنة مع التنوع وتغير الالوان ممكن حضرتك برضو تعملي حاليا اللون الابيض ممكن حاليا نعمل اللون الابيض عشان احنا دخلنا على المدارس وكده دخلنا على المدارس وكده فاللون الابيض هيكون مناسب جدا في الشغل بتاعنا بس انا مطلوب مني حاليا الشغل ده الوان فانا عاملاه الوان وحبيت عارض معاكو برضو الفكرة بصوا اول حاجة بجيب القطعتين بصوا القطعة قصدي اول حاجة بجيب القطعة اللي هي معايا ستاشر سمتي اهو بحط القطعتين كده على بعض وابدأ اجيب الولعة كده هلزق طرفين الساتان على بعض هلزق طرفين الساتان على بعض بصوا هتعمل لي القطعة كده هلزق اهو طرفين الساتان كده اهو بزعتهم بعد كده حدد النص كده هجيب من القطعة اللي هي الناحية التانية واحدد النص كده اهو. بدوس عليها جامد او ممكن اعمل بالولعة. بس انا جبت كده القطعتين على بعض دي القطع اللي انا لزقتها اللي هي من وراء لزقتهم مع بعض الاتنين. بعد كده بصه هاجيب معي القطع دي هاجيب معي القطع دي وابدأ الفها كده. بصوا اهي. بصوا هلفها كده بصوا بقى هتعمل معي الشكل ده. هتعمل معي ايه? الشكل ده. هنعملها مع بعض التاني برضو بالروحة كده. اهو بصوا معي القطعة كده. هجيب القطعة اهو. هدورها. هلفها كده. حددت نقطة النص. اجيب كده. اهو. بس واروحها جاية. هعملها كده. اهو. بص ادتني قطعة شكلها هعمل ايه من ورا? قدام. اه دي شكل القطعة معنا. ادي عملت مسلس من ناحية دي ومسلس من ناحية دي. اهو عاملة زي ورقة الشغل. هبدأ اجيب معي الابرة والخيط. بس برضو هحاول الاساوي كده ممص. اهو كده. وبعد كده هجيب الابرة والخيط معي. هجيب الابرة والخيط وابدأ اخيط. هعد معي الشكات. مهم حتة الشكات عشان شغلنا كله يطلع مصبوط ونفس الشكل ويبقى شغل جميل جدا وبرفقت. يعني الناس كتيرا بتشتغل في مجالنا لكن للأسف بيكون التقفيل معها مش حلو. فبتقول لي ازاي انا مش ببيع وكده فلا مهم جدا التقفيل الشغل. اهم من الشغل نفسه انك تقفيل الشغل. وحضرتك طبعا الفيونكا دي. دي عاملة فيونكا برضو. بس عاملها شكل ورقة شجر او مسلس من الاطراف. دي حاجة جميلة جدا ومشية يعني يحتبر موديل جديد جدا. بس اهي كده هجيب بقى اغيط. هبدأ اعد الشكات. واحد. اتنين. تلاتة. تلاتة اربعة خمسة. كله معايا كل الدبابيس هتاخد خمس شكات بما ان هو الستان ده مقاسه اربعة صمتي. كله مقاس واحد انا نسيت اعمل الحتة دي كده. اعملها. هقعد الخيطة. انا بس قعدت الخيطة عشان ما اقترش عليكم بالفيديو. بصوا كده انا عملت كم شكة زي ما قلت لكم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس شكات. كل الدبابيس هتبقى بنفس الشكات. بعد كده هبدأ اشد. اهو. هشد معايا الدبوس كده. والف. اهو. شد والف. وزي ما قلت لكم الخيط معايا حتى لو مش نفس اللون مش هيبان. فبصوا اهو كده معايا الشكل. اهو. جميل جدا. بس هجيب ممكن اجيب بقى الدبوس. شاسية دبوس اهو. هجيب كده الشاسية دبوس معايا. وابدأ احطه برضو مع الخيط. لو حابت تعمل حتة دي اعمليها. او حابت خياءة او حابت اهو. تلزاق دبوس بالشامع الزائيه. لريحك. بس انا بفضل الخياطة. يعني مش بخيط كتير. هم مشاكتين بس. بسبت الدبوس بس. وبعد كده اهو. زي ما هو. كده معايا شكل الدبوس. بعد كده بجيب القطعة اللي انا عملتها اربعة صمتي. بعد كده بجيب القطعة اللي هي اربعة صمتي بصوا وابدأ اعملها كده. هابدأ اجيبها كده معايا. بصوا زي ما انتم شايفين. هعملها زي المروحة كده. هاتني كده وهااتني كده. من ناحية. هاتني طرفها زي المروحة كده من ناحية. اربعة تانيات. هي اربعة صمتي اختبر كل حتة بتنيها واحد صمتي. وهجيب الولاعة والسع الناحية دي. بصوا عملت الناحية دي الفوق. عملتها الفوق كده. هاجي اقلب القطع الناحية التانية. وابدأ اعمل اهو اربع قطع زي ما انا عملت في الناحية التانية. اربع تانيات زي ما عملت في الناحية التانية. ادي تانية اتنين تلاتة اربعة. زي برضو حتة النهاية تبقى زي الهواية كده. زي ما بطني الهواية. بصوا. وابدأ اعمل ايه? السحة برضو بالولعة. بصوا ادتنا قطع شكلها اعمل كده. اهو. بطني نحية فوق. اربع التانيات. وباتني تحت برضو اربعة. بس. بعد كده هجيب مصدس الشمر. اهو هجيب مصدس الشمر. بس ثواني بس المصدس لسه مش سخنش. بسو كده بعد كده هجيب كده من نص. اهو. وابدأ اجيب. حط حبة الشمع كده في النص. المصدس الصغير ده حلو جدا لانه بصراحة ما بيتطلحش آآ زواية كتيرة في الشو. اهو بسو هجيبها كده القطع. بجيب القطع كده من نص. بسو كده بعد محطة نقطة الشمع في النص. هجيب كده معي الايه? بسو اهو خطت نقطة الشمع في النص وستبدت كده. هجي كده في الاطراف. واروح هجيب حبة شمع كده. يعني ما بياخدش معنا شمع كتير خالص. بياخد حبة صغير مني. اهو. باجي اعمل كده قتني كده من تحت. اهو. وهجيب الناحية التانية برضو كده. اهو كده بالراحة. نحاول بس الشمع. آآ ميطلحش من انا بره دبوس. عشان يخلي معنا الشكل حلو. اهو. الشكل برضو يبقى معنا كده في النص. اهو كده. كده احنا لزقناه. بعد كده بجيب ورق التغليف. وببدأ احط عليه الدمابيس بتاعتي. بصوا ببدأ احط عليه الدمابيس بتاعتي. بالشكل ده. ممكن لو ما عندكش ورق التغليف او مش متوفر. ممكن حضرتك تستخدمي ورق الكنسم او ورق اللوح اللي هو ممكن تحط عليه. وبعد كده بنبدأ نجيب اكياس التغليف. وبعد كده هنبدأ زي ما قلت لك واجيب اكياس التغليف. ادي اكياس التغليف. وبتبتدي تحطي فيها الورق بتاعك كده. هده حط الورق بتاعي كده. واقفل باللز. كده. هيبقى شكل الدبوس معنا شيء جدا. وفي حضرتك ممكن تعملي الوان كتيرة جدا. يعني مثل لون واحد. ممكن نعمل مجموعة من الالوان. بصوا هنا. في الكشمير في الاسود. آآ في المو. في الوان كتيرة جدا تقداري حضرتك تعمليها. يعني اي لون حضرتك تبقي حابة تعمليه من الالوان اللي هي الاساسية تقداري تعمليه. الوان كتيرة جدا بصوا اهو عملنا منه هو اللون الجصاصي. اللون ده اللون ده الوان كتيرة جدا تقدري تحطي اتماشر اتماشر دبوس من دة في الكيزة. كده هتطلعها اتناشر دبوس على الداستا هتطلعها اتناشر دبوس على الداستا كده. تبتدي تعرضيهم على التاجر. الداستة معاكي من الستان المضلع ده هتعمل لتاجر الجملة سبعة وعشرين جنيه. هتطلع الداستة دي بسبعة من سبعة وعشرين لتلاتين جنيه. احنا يعني حسبنا التكلفة. يبقى تلتميت جنيه اللي انا جبت بيها الخامات دي هتطلع لي ان شاء الله ستميت جنيه. ربح واكتر كمان. ربح صافي. بس ان شاء الله واكتر كمان من كده. بس احنا بنحسب مبدئيا ان المتر الستان عملنا منه خمس دبابيس. خمس دبابيس اخدوا اتناشر ستيق شاسية دبوس. يعني تقريبا حوالي عمل تسعة جنيه. تسعة جنيه في التلاتة سبعة وعشرين جنيه. يعني ان شاء الله الدستة دي لو طلحتي على سبعة وعشرين او تلاتين جنيه هتبقى سعرها حلو جدا جدا. يعني من خمسة وعشرين جنيه الدستة لو طلحتي الدستة دي من خمسة وعشرين جنيه. سبعة وعشرين جنيه لتاجر الجملة اللي هو هياخد منك كمية ان شاء الله. تبقى حلوة جدا جدا معاك وهتدخل معاك يا عائد ربح حلو جدا وان شاء الله طبعا يا رب يكون الفيديو عجبكم وتدعووا لي بازن الله وربنا معاكم ان شاء الله وربنا يعانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته